معنا واحد من الفعالين في حقل التكوين في الجزائر مولود سدود المناجر العام لأكاديمية غالكسي لتكوين اللعبين غالكسي بيرفورمونس هكذا غالكسي بيرفورمونس أكاديمي أسباح خير لكم أسباح خير للمشاهد الكريم ونشكركم على الاستضافة هذه لا شكرا على واجب مولود إذن أكاديمية غالكسي لكرة القدم إحدى مدارس التكوين في الجزائر على قلتها التي تعد على أصابع اليد غير موجودة بأعداد كثيرة في الجزائر وللأسف في عهد الاحتراف لا نجد التكوين في كرة القدم الجزائرية لو تحدثنا عموما عن هذه المدرسة أو عن هذه الأكاديمية المشروع الأهداف التي تريدون الوصول إليها تفضل غالكسي بيرفورمونس أكاديمي مدرسة للتكوين في مجال كرة القدم تكريات في عنديمي الديزويت استطعنا أن نشاركه في كأس العالم للشباب في 2019 في السويد قمنا بإحتكاك في عالم الاحتراف الحقيقي والتكوين الحقيقي مع أكبر الأكاديميات في العالم الحمد لله شرفنا الرأي الجزائرية غالكسي بيرفورمونس أكاديمي كما قلت لك هي متخصة في مجال التكوين في عالم كرة القدم التكوين الرياضي والتكوين البسيكولوجي التكوين عموماً عموماً التكوين بالنسبة للأطفال في الجزائر تعملون مع كل ولاية الوطن يعني تستقدمون الأولاد أو الشباب من كل ولاية الوطن أم الأمر يقتصر على الجزائر العاصمة وضوحها فقط أولاً يجب أن تعلم أخويا حسام أن في هذه النقطة المهمة جداً هي كان قوانين يجب أن تحترم أولاً لا تقدرش تمشي لأكثر من خمسين كيلومتر وتجيب طفل في عمره عشر سنين وتبعده على الأهل تاعه حتى القوانين الفيفا لا تسمح بذلك لا تسمح لك أن تجيب طفل في عمره عشر سنين وتبيته برة ويعيش برة إلى كانت أكثر من خمسين كيلومتر برة يعني تقصد بعيداً عن أهله أهله طبعاً إذن لدينا الموايا لها الشيئ هذا باش يجيوا نديروا إقامة هنا في الجزائر العاصمة ولكن مع القوانين تاع الفيفا لا تسمح لك ذلك لذلك يتطر أن تجيب طفل في عمره غير هنا على نظر السنين يستطيع الارجي تيبازاب ليدا تيزيوزو بويراب ومرداس ولي يقدر يجي يقدر يتفضل لي يجي لا شي مشكلة كيف يعني تم يتم الإنخيرات في هذه المدرسة يعني الوالد لما يستقدم ولده كيف يتم الإنخيرات في هذه الأكاديمية؟ أي واحد يحب يمارس كرة القدم أي طفل يحب يمارس كرة القدم نحن نفتحوله البيبان ولكن في نفس الوقت يجب أن نعلم أن تبدأ تقريباً من 12 سنة وطلع قبل 12 سنة اللي يحب يجي نجيبوه مش هي مشكلة ولكن من بعد 12 سنة يبدأ تبدأ التكوين الحقيقي وتما لنصدير نعملو دي دي سبوت مويتو نشوفو أسكو طفل هادا يقدر يمشي بعيد في عالم كرة القدم ولا ما يقدرش يعني 12 سنة فما فوق هذا بالنسبة يعني قانون معتمد دوليا يعني تفل في عمره 12 سنة تقدر تعرف أسكو يقدر يمشي في مجال كرة القدم ولا ما يقدرش إنت ما يقدرش يجيب تفل في عمره 12 سنة تقول لك رح تولي أنقرون جوار غدوة من غدوة تفا تقول لك رح تولي أنقرون جوار وما عنده مسكين يلحق 13 سنة ولا فهم يلوح حاجة ما يقدرش ما يقدرش يديرها إذن رحنا وني أبلي جي من دك نهدور معي لبارون فهموهم بلي ولا بلي ولا دك الله غالب ما يقدرش ينتيقرين ما يقدرش يديفلوبي تاعة تكنيك وفيزيك كين اللي يتفهموا وكين اللي لا يتفهموا وهنا دور المتخصصين ربما نعم الكشافين عن المهوب بموجودين في كل أنحاء العالم الكشافين في عالم كرة القدم لإكتشاف المواهب وصقلها فيما بعد نعم نحن عندنا كشافين نخدموا معهم ونيفو ناسيونال على المستوى الوطني ولكن عندنا كشافين اللي يتبعوا اللي يتبعوا اللي يتبعوهم من الصادر الملي يدخل حتى يلحق 12 و 13 سنة تباني الموهيبات يقول لك هذا خلاص يعني الخدمات على الكشاف ومعند يتبقى الخدمات كم تدوم المدة يعني للكشف هي باش تقدر تعرف الطفل هدك يقدر ينجح في عالم كرة القدم يعني مدة اختبارات اختبارات لا نحن ما نديروش اختبارات نحن يجي نخله يدخل مع القروب يدير ديزنترينمون مي أفك لطنم مع ديزنترينمون مع ديزنترينمون مع ديزنترينمون مع ديزنترينمون لا في ديزنترينمون نخلوهم يمشي اموة ديزنترينمون إلا ما يقدرش يدفلوبي الانترينمون 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 نستطيع نخبروهم نقول لهم بليف ولا ما نقدروش وفيما يتعلق بالسن يعني لأولاد الصغار يعني أربع سنوات خمس سنوات ست سنوات كيف يتم تعمل نحن نحن في الأكاديمي لدينا الكاتيجوري من أربع سنين حتى هذه طبعا بعض الصور التي نشاهدها من الأكاديمي هذا الملعب طبعا الذي تجلون عليه بعض المباراة التطبيقية نعم نحن نديرو لدينا الكاتيجوري مربع سنين حتى سبعت عشر سنة سنة كيف يسمعها لفورماسيون يعني قبل تكوين هي مربع سنة وقت حتى 11-12 سنة تماما من ديروش اختبارات من ديرو والو يجي طفل يدخل معنا في الأكاديمي نعاونه بدون أي شورط بدون أي طفل أبار يعني شورط طيبية يعني لا يقدر يمارس طيبية طيبية يعني شهادة طيبية شهادة طيبية ما كاش شرط واحد آخر كي لحق السين يدخل في الفورماسيون يدخل في التكوين هي من 11 حتى 15-16 سنة لما تبدأ الفورماسيون يستطيع التكوين في نظر التكنيك الفيزيك التاكتيك المونطال مع مرس 16 سنة يدخل في الفورماسيون لما يقدر يمشي سواء نعاونه نحن يعني يكون جاهز بنسبة 50% 50 حتى 60% يعني 16 سنة خلاص 17 سنة سبعتاش رك سيبون ولازم نعرف حجة خويا حسين أنه الفوتبول المودير يعني الكرة الأكاديمية تختلف على الكرة كرة الهوات كرة الهوات كان اختلاف كبير جدا وهذا هو اللي عايشينه الكرة الأكاديمية ربما تعتمد على أسس علمية تطبيقية طبعا عكس الكرة الهوات وربما ألا ترى بأنه هذا ما يعني نخرجه فقط قليلا عن الموضوع هذا ما خلال الكرة الجزائرية ربما لا تتطور كثيرا الكرة المحل اللعب الجزائري للأسف اللعب المحلي ربما يعاني من نقص التكوين نعم نحن في الأكاديمية ما نعلموش غير اللاعب والطفل اللعب كرة قادم نعلموه مثال نعلمو حتى كي يجي دير ندوة صحفية كيفش يقدر مع الصحفي يعني تكوين متكامل نعم نعلمو حتى المجال الأخلاقي نعني تربية وتكوين نعم حتى هو كي يقولي لعب كبير نعلموه ونعطيه لباس كمون جيري ساكاريا بروفيسيوني بارك الله صح يعني إحنا عندنا عندنا لكوتش عندنا لزون ترينير متخصصين في هذا الشي يعني نتبعهم في كل محليين أم أجانب عندنا المحلي وعندنا الأجانب الأجانب بسكو هنا دي بارتوناريا في الأوروب صدير يجووا هنا يديروا دي دي فورماسيو دي فورماسيو هنا لكوتش تاوعنا باش نمشوا بالبروغرام باش نمشوا بالبروغرام تحو باش ترح تقدر تشارك في مسابقة دولية هنا لك شروط لازم تمشي عليهم معايير معايير دولية من بين المعايير أنه لازم يجي واحد اللي هنا ويشوفه كيف كيف تخدم مشارك تدير باش يعطي لك الأوكي تروح تشارك في كأس العالم هل المكون هذا يكون لعب سابق أم خريج معهد معين أم لا دابري بون شفيلو ما ناجد الأكاديمي ألور ندير له شوى تاعي نخلط يعني نجيب واحد يعندو اللي دي بلوم ممسي كما قراش ولا ملعبش في فوتبول ولكن عندو اللي دي بلوم بسك فو فعل دي فرنس أنا ترينر يعني إدوكاتور يعني مربي صح يقدر يكون مدرب كبير وما يكونش مربي صح يقدر يكون مدرب كبير في الفئة السينية في السينيور وما يقدرش يكون مدرب ولا مربي في الفئات الشوبانية هناك أمثلة كثيرة هناك أمثلة كثيرة في الفئات الشوبانية يعني بلوزير كيف يجري دلاري صغار كيف يجري دلاري صغار وكيف يجري إكيب سيدون ربما الأصعب هي أنك تسير ربما الأطفال صغار هي الأصعب لأنه الأمر يعتمد على التكوين والتربية كمفتد 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 عندك وعندك صغار par exemple l'U11 متقدش يجوز مجموعة متقدش تدير أكثر من 9 أو 11 وكيف يجري الكاتيجوري صغار صعب بزاف par rapport جيري لسينيور سينيور لديك 30 جوار وكيف يجري هم وجدين طيب من 2018 هكذا نعم تم تأسيس هذه الأكاديمية من 2018 إلى 2021 هل هناك نتائج لحد الآن حققتها نتائج ملموسة مرضية نعم في أسماء مثلا لاعبين هكذا حققتم أهداف هل هناك أسماء نعم نعم في المشروع في المشروع الرياضي كما هذا العام عندنا لعبين اثنين راحوا الفرق في في القسم الأول حتى اسم اللعب وكيف يلعب يمشى للديفيزيون 2 وعندنا نهار شاركنا في لكوب ديوموند عنا ثلاث لعبين جون يعني ثلاث أطفال مشاوا يلعبوا انترنازيون يعني عندنا نتائج تكون يعني تخدم تكون نتائج هنا سيموريد حبيتنا نسقسيك تفضل تسمح لي حسام لا لا تفضل حبيتنا نسأل على الانخراط في الأكاديمية هل هو متاح للجميع متاح لكل الأطفال فيه ربما نظام يسمح لهم بأنه يتكونوا عندكم ويزولوا دراستهم في نفس الوقت وفيه موضوع آخر سؤال آخر يتعلق بالاشتراكات المتعلقة بالتكوين في هذا الأكاديمية أولا سؤال الأول أننا لدينا شروط الانخراط قبل سين 12 سنة يتفضل على شهادة طيبية إذا كان عنده شهادة طيبية ويقدر يمارس كرة القدم يتفضل مرحبا به قبل سين 12 سنة تدخل فيها معايير أخرى يقدر الجوار يصلح أم لا يصلح سي بورساك قلت مقبيل الجوار هذا فبات برميلو حاجة ربما هنا نسألك عن ثمن انخيرات أيضا نعم هناك ثمن هناك ثمن بسكو لدينا إشتراك نقدمها للعب والإشتراك هدايا وش فيه لدينا نوفر لك إمكانيات نوفر لك لكيب تكنيك أو نيفو نوفر لك ديمو وإن إحنا قدرنا أنه نجيبوا ماتريال تكنولوجيا نخدمو به نوفر لك إمكانيات وإنت تخلص الاشتراك هدا إكزيستي من في الأوروب وإن في أوروبا نحن 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 حتى النقص المرافق في الجزائر تخلينا أنه مما ترح تمشي تجيب سطاد ولا تجيب كارينو باش ترح تلعب ولا باش تنطريني أنك لازم تخلص ولازم تمشي عند هذا وعند هذا وتدوم ومعننا شي زفر نقصين بزاف صحي لو كان عندنا كيكون عندك سطاد تاعك وعندك لموين تاعك يعني هذا الملعب الصغير الذي نشاهده على الشاشة بمقابل مادية هكذا مقابل مادية نعم مقابل مادية كان هذا النقطة هدية للناس تخدم دير سطاد بري في وتكرير الكارينو ترح تشري ساعة ونص ولازم تسوية بدرعها نحن نوفر الإمكانيات ونخدمه ونوفره حتى المقابلات بأعلى مستوى بالمسبة لثمن هو مقبول ومتاح للجميع والله الثمن مقبول وثمن يعني مش هو الثمن ليخليه أنه الإنسان يقدر ينفستي في ولده سي بورسا كي حنا كي لحق 13 سنة يعني تنافسي ثمن تنافسي كي لحق 13 سنة أنا نقول لك اللهم إني بلغت أنا نقول لك أليدك إذا يصلح يصلح يقدر يصبر على ولده كي للي يصبر كي للي ما يصبر كي للي كي ليدك يقول لك أنا أليدي خليه يلعب أنا نخلص المهم خليه يلعب هنا يعني حاجة فيها يعني سيكوريزي ما خليش يدور برها ما خليش يلعب الفوتبول برها خليه يلعب وكي للي يكون أنت يقول لك أليدي ما ينجحش في الفوتبول ألور نحن نشوف له حاجة وحد أخر وهل هناك إقبال من طرف الجزائري مدرس التكوين الحمد لله كان هناك إقبال كبير الجزائري بحد ذاته يحب كرة القادم الجزائري صعب للي بارو ولا لفيس هذاك تقريبا نقدر نقول لك يعني قليل في أقليل لما تحبش كرة القادم ولكن ثقافة تكوين قليلا نوعا ما في الجزائري نلقى صعوبات مع لي بارو نلقى صعوبات مع كان مشاكل كبار يعني تقافة التكوين هي تقافة ترسخ في المونطة التي تيديجا موش يعني كي تقدم يعني تجيب طفل تدير له لموايا ولا تحطوا باش يتفرما تلقى دي زوبستاك يعني كان دي بارو ما يتقبلوش أمور وكان يتقبلو أما بالنسبة للأخ الكريم السؤال ته على صدير يقرأ ولا يزاو القرية ته ونحن نخدمو الجمعة والسبت وطلع تلعشية ومعند ندخلو في كي يكون عندنا خارجات خارجات سياحية يكون برنامج خاص برنامج خاص خارجة سياحية وخارجة يصدير دي بريباراتيون يعني اللعب ما في عمره 13 سنة ولكن نعلموه وش حاب يقول انستاج فرمي ولا انستاج دي بريباراتيون نمشي مثال نمشي 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 تسهيلات في هذا الحمد لله نشكروهم بصحاب ناس جيجل نمشي لقيت تسهيلات من عندهم مشي نقدرنا نصورتي توريستيك نصورتي في صدير دي بريباراتيون اي دو تراضي هل مداخيل الأكاديمية تعتمد فقط على انخراطات يعني ولكن في نفس الوقت رانا نخدمو رانا نشتغلو باش نجيبو دي سبونسور باش نجيبو دي بارتوناريا باش نزيدو نسهلوها ونقصو في الاشتراكات يعني كي يكون مداخيل أخرى رح يستفاد منها بوكو بلوس لجوار هذوق باش نحن كي يكون مدخول واحد آخر نقصو ثمن ثمن الاشتراكات ولكن هرنا خدمو في نفس الوقتين الحمد لله كاي الناس اللي راه محابين يكونوا دي سبونسور محابين يكونوا يمشوا في هذا بروجي دو فورمسيون تطمحون الآن لتوسيعة هذا المشروع ليشمل كل ولاية الوطن نعم داير عندنا دوكا نستطيع البروجي اللي هو قريب نحلوا أكاديمية جالاكسي بيرفورمونس أكاديمي في ولاية وهران في الغرب ما نمشيوا للشرق وما نمشيوا للجانوب باش نقربوا لماكسيموم عند اللاعبين وليحبين نجاح ما هي أهدافكم ربما الآن القصيرة والطاويلة المتا يفو صور كلا فورماشن سي تنبرجي لانتا في أمر واحد 13 سنة فورميه يستطيع حتى لاش دو 16 أو 17 باش تشوف يعني لعمل تاعك مالك الزبدة يعني الزبدة تاعك وفي البروجي سبورتف الدعوة c'est la فورماشن c'est de فورم لماكسيموم دي جوار ويسون لبروجي كوميرسي إن شاء الله كومون كوميرسياليزي لجوار كومون غدو إن شاء الله لنون دو الجالاكسي إن شاء الله يكون بل برميلي ميور أكاديمي إن شاء الله بالعمل بالعقل بالعمل 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 هذا هي إن شاء الله كما نقولون نلقوا تسهيلات سواء من جهة الملاعب ولا من جهة السلطات يعاونونا و سي بورسا نشكر رئيس بلدية العاشور اللي حمدولله حطانا تسهيلات و درمان نشكره و نشكره على الناس اللي رأي تعاون فينا و حتى سؤال المهم أنتم معتمدين من طرف من يعني من طرف الفيفا أو من طرف كيف يعني هي هي شركة ذات مستوى محدود ذات عمل محدود يعني صار يعني ولكن تبعين لفيفا يعني قوانين اللي نمشوا بها هي قوانين دولية وباش ترح تشارك بكأس العالم للشابب حتى يعطيو لك الاعتماد من طرف الفيفا بون تدي الاعتماد هنا و نفو نسيونال من الفيديراسيون يتو كين لجنة أكاديميات الجزائر تدي للاقريمو هنا ما انتمشي تديها من الفيفا لو كما تديش للاقريمو من الفيفا و نحن الجالاكسي و بارادو هم المدرستين الوحيدتين في الجزائر اللي عندهم هاد للاقريمو من طرف الفيفا يتبعوك و يتبعو الحتة اللي يكون و يتبعو العمل تاعك من دونش حال إلا توفرد فيك الشروط يمددو لك يقال بأن الجزائر فيها الكثير من المواهب التي تذهب هكذا المواهب من اللاعبين الشباب ربما سمحني فقط يقال بأن المواهب هذه يتم تهميشها يدخل العوامل أخرى أنت تعرف ذلك يقول لك المعريفة اللعب لفناني عنده إمكانية ولكن يهمش يضعوا اللعب آخر في مكانه وأنتر بارونتاز بارك الأكاديميات هذه لازم تحارب هذه الظاهرة نعم بين القوسين يعني سي بورسا كوالا غالاكسي هذه العام كرينا لكاتيجوري سبيسالية 10 نف باش نعاونو هاد المساكن اللي يتعرضو هاد سوى الحقراء ولا المعريفة ولا نعاونوها بسك يفوص أظور ك 10 نف 19 فما فوق و سينيور ولكن نحن نمددو لهم باش يعاودوا رولونسي و لا كاريير تحهم نوفر لهم إمكانيات نوفر لهم ملاعب الموين دي سنترينمون دي سنترينمون آه نيفو دي بريباراتور فيزيك باش نعاودوا رولونسي و لا كاريير تحهم فوالا أما حاجة حاجة وحدة أخرى يعني السؤال تعك اللي قلت باللي يعني كاين لابات نيفو نسيونال صدقني احنا كمشينا لعبنا لكو بدمون الفريق تأبي يجي نشيئين تأبي يجي و احنا احنا هم 8 لسيار ويت ازيار يعني في اللابات الارجيريان كاين بزاف حتى الليماج اللي ما زالت شافي عليها سيكو أونترينور دي أكاديمي قلنا بلي عندنا لأمام لأمام سيبدو جو بسكو هم يشوفوا يعرفوا قلنا إبا خدا مام فسول الله باشتاعنا أعطنا لأعلام بتاع البريزيل وقالنا نصور وقع كيف كيف بسكو لأمام لأمام فوت بول في الكاتيغوري صغار احنا خير منهم خير منهم ولكن هم عندكين بدأوا نطلعوا هم بيفوتونا بسكو هم سيريو يديروا صحح إمكانيات وإحنا تبدأ العرقين وتدخل الأشياء أخرى للأسف شكرا جزيلا شكرا شرفنا بحضور مولود وإن شاء الله نكونوا بأول مرة معنا إن شاء الله بتكونش أخر مرة أمين ياتيكم الصحة ربي حفظكم شكرا جزيلا لك مولود حظ موفق لكم وبالتوفيق لكم في باقي المشوار شكرا جزيلا لك شكرا